تفرز اللعيب كويس لما يكون ناشئ عندك ومعوده لذلك أنا قلت الكلام ده عشان النهاردة معايا ضيف هتسمعوا منه نفسي الكلام ده هو مطابق ابن النادي لما بيلعب وهو صغير زي مصطفى محمد ما طلع على راس حربة من نادي زمالك في الأجبال بالوقت فين مصطفى محمد في حتة تانية محمد صلاح طلعب من الأجبال فين في الحتة ديت وعندك نجوم كتير اوي عندك الننة في نص الملعب وكان في النادي الايلي بعدين راح المقاولين قيس على كل اللعبين الدريزيجي يعني مرموش يعني كلها مكوكة كلها ما هفتكر هقول لكم هم اللعبين طلعت منين جات جبناها من الفضاء الخارجي لا من الكرة المصرية فعشان كده أنا بقول لاتحاد الكرة هات المدير الفني واقعدوا مع الأجهزة مدربين بتوع الاتحادات وجيب لجنة المسابقات اللي هي بتخطط المسابقات وتشوفوا حل أنا مش غال لكم نشوفوا حل لو أنا قلت لكم الحل كذا 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 يبقى أنتوا بقى ملكوش لازمة سوري فأنتوا لازمة تقعدوا وتشوفوا وتقولوا للأندية أنت ما تتعقدش مع كذا متتعقدش مع كذا زي دول كتير جدا في الدور المصري وكان قبل كده في أوروبا قال لك لا بقى جول كيبر ما تتعقدش مع جول كيبر احنا عادين نطلع جول كيبر طالع عندك قصام الحضر وطلع كان فيه شوبيض وفيه إكرامي وفيه ثابت ودلوقتي الشناوي وفيه الشناوي التاني بتاع بيرامد عندك جوال كتيرة كده ومستوى الحراسة المرمى اتحسن كمان فعشان كده أنا بقول لكم بقولي اتحاد الكرة اعد اعملوا دراسات اعملوا ويرش عمل عشان تعرفوا إيه اللي ناقص في المنتخب إنما بنيجي البطولات إلحى عندنا أمة مفرقية إلحى عندنا تصفات كاس عالم طب يوم المدير الفني جاي بوقد 24 واحد ما فهمش باكلفت وراس حربة واحد طب بقى مرت ايه بقى مرت ايه زي الناس اللي بتقابلني بتقول لي ايه محمد صلاح احنا نفسنا زي ما بيعمل بره يعمل هنا هيعمل فين هيعمل ايه إذا كان التشكيل أصلا مش ثابت كل فترة بييجي المدرب يجيب لعيب يصاب يدخل واحد تاني عشان يتأقلم على الفيه وياخد وقت وهقولها لكم بأمانة ربنا وبصراحة ربنا أنا هو بمسك الخشب اللي عجبني في التفكير بتاع كولر رغم إن فيه ناس كتير جدا بتنتقد الكلام ده بيعرف يعمل روتيشن كويس أو بيغير لعيبة بيريح ده ولعب ده وبعد يرجع لعب ده ويقعد ده هو ده صح المفوض منتخب مصر يبقى كده منتخب مصر بياخد الصفوة بتاعت اللعبين إنما منتخب مصر بياخد العدد بيقولك أنا خدت من كل هنا فيه توازن آه بيعمل بياخد من هنا من الأهل والزمالك ومن هنا ومن هنا بيعمل توازن الأندية عشان الجمهور يا جماعة ما ينفعش أنا بقول لكم قبل ما الفاس توقع في الرأس لازم من الناشئ الصغير هو اللي يتعود من ندي ويطلع عنده الانتماء للكرة المصرية حد كده بس بفتكروا الكلام ده لو لينا عمر يا رب إن شاء الله النهاردة هناخد فاصل ونرجع نتكلم على ضفنا اللي هيبقى موجود معانا النهاردة وهو نجم من نجوم كرة القدم المصرية ونجم النادي الأهل هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجري